اشتركوا في القناة السمتومات هي الاعراض تبع المرض يعني ليت سيء مثلا راسي عم يجعني فابقم باخد حبة بانادول وابطل راسي يجعني بس مش هون المشكلة المشكلة انه من شو وجعني راسي وكيف فين حل هيدا المشكلة مثلا تلعت حرارتي منقوم نحنا شو بنعمل بناخد خافة حرارة عشان تنزل الحرارة بس مش هون المشكلة مش المشكلة هي الحرارة المشكلة من وين اجت الحرارة فهلا اليوم حلقتنا بدي ألكون عن إشياء كتير استفدت منها من الدكتور كريم وغيرت لي فكرة ونظرت لي للإشياء أنا بعاني من الأرق يعني بنام بسرعة الحمد لله لأنه بالنسبة لأيلي الغرفة هي للنوم هيدا دغري بيجي بيخطر على بالي بس أما بالليل بقوم بقلع بفيق وبطل بنام طبعت خطوات عطاها الدكتور كريم وبصراحة نومي صار الحمد لله بيجنن فأنا قلت لكم كل شي بجربه وبلاقيه بينفع بقلكون إيه هلأ ممكن ما ينفع على كل الإشياء اللي أنا بجربها تنفع عليكن بس في إشياء بالمنطق إنه فينا نتبعها مثل اليوم النوم في أساسيات لنقدر ننام أول أساس هو لما بتدخلوا على غرفة النوم خلوها تكون غرفة نوم يعني ما منفوت منلعب فيها ما منفوت منأكل فيها وما بعرف شو أو منقعد بنعمل رياضة قبل ما ننام بقلب هيد القوضة أو منحط تيفي منحضر قبل ما ننام كلها هيدي عادات بتخلي عقلكون يفيق يعني كيف 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 هيدي غرفة نوم لنوم إذا قررتوا إنكم تحطوا هيدول الإسانس يلي بيطلعوا ريحة بالقودة بخار وما بعرف شو لازم تكون إشياء أورجانيك ما تدخلوا إشياء تعبق صدركن كأنه بيصير مثل دخان يعني مؤذي كمان بتكون تجهزوا الغرفة بطريقة مريحة يعني الشرشف المخدة كلهم يكونوا مريحين ويكونوا من قطن ما تستعملوا إشياء تحسيس جسمكم قبل ما تناموا بنص ساعة ما تمسكوا أي إلكترونيكس يعني ما تحضروا تيفي ما تتفرجوا على التليفون ما تحضروا أخبار أخبار ممنوع هي على كل الأحوال الأخبار بتخلي الواحد عنده سترس إذا عندكم أي شي بتكون تفكروا فيه شي زعشكون شي بتكون تخططوا له أي شي فكروا فيها قبل ما تناموا ما تتركوها لأنه لو تركتوها صدقوني قد ما كانت سخيفة بالنسبة لألكون أو تفكروا إنها سخيفة بالليل رح تفيقكن نص الليل رح تفيقو نسيت حط الغسيل مثلا فكروا بالإشياء قبل ما تناموا هلأ فيه شغلة أنا عم بستعملها شخصيا يعني خلتني نام 8 ساعات اللي هي الأورغانيك كاموميل رحت عالسوبر ماركت وجبت أورغانيك كاموميل ومعوا إشياء تانية أعشاب وهيكي بشربة قبل ما نام ما بتتخيلوا عنجاد بتهديلي أعصابي وبنام نوم عميق هلأ هو يمكن إنه إلا فوايد والفايد التانية اللي هي أنا حطيت بعقلي إنه هاي رح تخليني نام 8 ساعات وعند إقتناع مية بالمية إنه بس إشربة رح نام 8 ساعات وشتغلت معي فهذا السر من الأسرار يلي أنا بستعمله هلأ شو بدي إلكون كمانا ما تاكلوا قبل بأربع لخمس ساعات ما تاكلوا لأنه بيصير بتكون التهضم وما في وقت للهضم وبيصير الجسم ما بيستوعب إنه شو هي هيد الإشياء اللي عم بتفوت على جسمي بالوقت الغلط فبيخزنوها كلها دهون وحسب دكتور كارين بيقلك إنه ما تاكل إشياء مش مفهومة للجسم مثل مثلا الزيت المهدرج زيت مهدرج ما الجسم مش فهمين شو هو فراح يحطوا على جنب وما يقدر يهضموا يتحولوا كلهم لدهون مؤزية يعني أوكي فهيدي هي إحدى النصائح اللي رأي شوف شو هي ايه بردو الغرفة بردو الغرفة بيقلك من حرارة تكون غرفة من 15 ل 19 درجة مئوية أنا ما كنت اتبع هذا النصيحة بصراحة بحب نام وهيك دفع بس بيقول لهم خدة لازم تكون بيردة عشان الجسم يبلش يستعد للنوم وينتج هرمون الميلاتونين هرمون الميلاتونين هو هرمون كتير ضروري وما بيصير إلا بالليل ولا ينتج لازم يكون فيه عتمة يعني تعتموا كل الغرفة أو حتى فيكن تحطوا هيدا البلايندفولد اللي للعيون يلي هي بسعره كتير رخيص وبتحطوها بتخليكن تناموا قبل بنص ساعة من ما تناموا بتخليكن ما تشوفوا أي ضو عشان هيك بيقلكم أنه ما تستعملوا أي إلكترونيكس قبل ما تناموا مشان ما تشوف عيونكن الضو فهيدا هو إنه ما يكون فيه ضو أبدا ليطلع لنا هيدا الهرمون يلي هو بيخلي يحافظ على البشرة بيخلينا شباب دايما بيخلينا مرتحين فإذا بتعرضوا حالكم لسترس ما رح يطلع هيدا الهرمون أبدا فاستفيدوا كتير من الليل في هرمونات بالليل بتصير تطلع أوكي لما تناموا من الساعة عشرة ونص للأربعة ونص وخلوا الصبح هرموناتوا مع نفسه بس خلينا بالليل نستفيد قد ما فينا من هيدا النعمة لأنه الله خلق لنا ليل ونهار نهار لنشتغل فيه ولنعمل كل شي بدنا إياه وبالليل هو لنريح هيدا الجسم لأنه لتحافظوا على وزنكن لازم تناموا نعموا مرتحين وتصفوا بالكن يا رب إن شاء الله دايما بالكن مرتاح ويبعد عنكن الهم وتعيشوا حياة كتير مرتاحة بس صدقوني لو ما نمتوا منيح ما رح يكون نهاركن منيح لأنه رح تكونوا متوترين بتقوموا الصبح أول شي الجسم بيبلش يجوع بيبلش يحتاج سكر لأنه ما نعم منيح ما أخذ كفيته من النوم بيصير الزهايمر يعني الاحتمال أكتر أنه ننصاب بالزهايمر ناموا ريحوا العقل اعتبروا أنه هيدا فترة راحة للعقل ليرجع يشتغل تاني نهار بشكل أفضل ما تشربوا كافيين قبل 12 ساعة من النوم لأنه الجسم بيحتفظ بالكافيين لمدة 12 ساعة بالجسم وخلوا دايما نظموا الساعة البيولوجية تبع جسمكن يعني حاولوا قد ما فيكن أنه تناموا وتفيقوا بنفس الأوقات نومة هيدا بعد الدهر القيلولة يلي هي بتكون تمتد من ساعتين لثلاث ساعات غلط جدا أنا كيفي بنام بحط بإيدي هيدا الطابة تبعو السترس رليف بحطها بإيدي وبنام أول ما تفلط الطابة من إيدي بفيق يلي هي خمس دقايق عشر دقايق مش أكتر من هيك أوكي وبتمنى لكم نوم هني إن شاء الله وحياة سعيدة وبحبكم كتير 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 وبليز ما تنسوا أنه تشاركوا بالقناة الطبعي إذا ما اشتركتوا فيها بعض وبتمنى أنه تشاركوا كمان الفيديو وآخر شي بدي أقول thank you كتير لدكتور كريم علي يلي هو القناة طبعه اسمه فكر تاني يلي فعلا غيرت حياتي وغيرت تفكيري بشوفكم بحلقة جديدة باي